بعد أسبوعين لا دليل يدين ولا وقائع تثبت صحة مزاعم الكيان الصهيونية حول مشاركة عدد من موظف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أون روا في عملية طوفان الأقصى في السابع أكتوبر الماضي الوكالة التي رضخت لضغوط الكيان وسارعت إلى فصل الموظفين لاقت انتقادات واسعة باعتبار أن خطة الاحتلال كانت واضحة منذ البداية وهي طرد الوكالة من قطاع غزان هائيا في الواقع تم فصلهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة لأنني شعرت حينها بأن سمعة الوكالة ليست وحدها على المحك بل قدرتها بالكامل على موصلة عمليها وتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية في حال عدم اتخاذ مثل هذا القرار الكيان الصهيوني لم يكتفي بحملته هذه وراح يدعي عثوره على نفق لحركة حماس تحت المقر الرئيس للوكالة في غزة وكميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات في مقر الأنروا إن موظفي الوكالة غادروا المقر منذ الثاني عشر أكتوبر الماضي لم نستخدم المقر الرئيس في غزة منذ تركناه ولا علم لنا بأي نشاط قد يكون حدث هناك السلطات الإسرائيلية لم تبلغ الوكالة رسميا بشأن النفق المزعومي تحت المقر الانتقادات طالت أيضا الدول المانحة التي علاقت مساعدتها للوكالة دون أن تنتظر فتح تحقيق في مزاعم الاحتلال طريقة وكالة أونر وتواجه أزمة إنسانية كبيرة غير مبالية بمصير قرابة مليوني فلسطيني في القطاع ترجمة نانسي قنقر